بنسمع دايما كده مقولة ماذا لو عادة معتذرا في ناس كتير جدا 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 ما بتقبلش ان هي حد يغلط فيها او تكمل في علاقة ممكن يكون فيها بعض المشاكل هتعمل ايه لو عمل مشاكل كتير او غلط في حقك ورجع ايها تسرلك هل اتعدي كل ده عادي هل ان يقول اللي حصل حصل ونرجع نكمل عشان الحياة تمشي ونرجع نرجع العلاقات زي ما كانت وتبقى زي بدايتها بالزبط وما فيش مشاكل ولا ممكن نقول الموقف يتوقف عليه اللي حصل هو اللي احنا ممكن نقول يا نرجع يا ما نرجعش كلام كتير وتفاصيل كتير هل انت هتقبالي ولا لأ هنعرفه النهاردة من ديوفنا الكاتبة ايا عبد القادر وبتقول محمد صنات محتوى اهلا بيك اهلا بيك زي ما قلت كده دايما بنسمع ماذا لو عادة معتذرا عايزة اسألك انت الاول تقبالي ولا لأ هو على حسب الموقف بس المعظم مش حاسة انه لا هتهاون معي استراحة لأ مش في كل حاجة بصي احيانا في علاقات الخطوبة وفي العلاقات الاولى والناس المقبلين على الخطوبة او المقبلين على الزواج في الاول خالص ممكن يكونوا غديني الشكل احنا لسه بنتعرفه يعني احنا على البر يناس كتير بياخدوا الموضوع بشكل تاني احنا بقنا واحد ووالتنا واحدة وعندنا عيالك تفاصيل كتيرة جدا فممكن يكون ده يخليهم يتهوني ايا عايزة عرف رأيك انا مع حضرتك في البوينتز يعني هو حسب احنا فاني مكان احنا فاني مكاننا احنا مخطوبين احنا لسه بنتعرف احنا متجوزين احنا كنا متجوزين او احنا اتطلقنا معنا اولاد فاديبنز على كده وديبنز برضو احنا سبنا بعد ليه او هو سامني احنا سبنا بعد بطريقة عاملة ازاي مثلا مشاكل خلافات محاكم او سبنا بعد بطريقة وده هي دايما وقفة على احنا سبنا بعد ازاي وإحنا فين دلوقت طيب فيه مشاكل او فيه علاقات بتوصل للسب والشتيمة وحاجات يعني ممكن الستة تتأذي فيها نفسيا جدا 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 فيه ناس بتتهاون ده عشان خاطر ولادها تقولك انا عدي واللي بيننا كتير ايه رأيك في الستات اللي ممكن يعدوا السب والقصف والشتيمة والحاجات اللي صعبة دي لاني عمرها ما هتنسى الايهانة دي الحاسس اللي حسيتها ولما حصل لها كده هي مش هتنسيها العلاقة حتى لو ريجعت لا مش هتستمر بتقول ايه رأيك انا برضو شايفة نفس الموضوع يعني فيه ناس كتير قوي تقول انا هكمل عشان ولادي مش عشان ولادي طب ما هو ممكن ننفصل بشكل محترم وبردو عايزي الدنيا تبقى تمام محسة انه ممكن اصلا لو انفصلوا عن بعض هيتعاملوا احسن وهم موجودين مع بعض احنا نكمل وخلاص وهي حياتها بجد وقف محسة انه فيه ستات كتير قوي بتتظلم بسبب الموضوع ده احيانا بنشوف دلوقتي ايه مجتمعنا ان الاهالي ساعات بيضغطوا جدا جدا على الطرف التاني اللي هي الستة او البنت ان هي تكمل عشان الحياة مش هينفع من غراجل وعشان البيت وعشان الاولاد وحاجات تانية كتير بعيدا طبعا عن الحب او ممكن يكون انا بقي عليه او مش بقي عليه الاهالي ساعات بيبقى ليهم ضغوط او وسيل الضغوط كده بشكل اه باين جدا جدا خصوصا على الستة وخصوصا كمان في مجتمعنا وده بس في مجتمعنا اه احنا احنا مش هنزن واجه الطلاق ومش هنزن ومجتمعنا طبعا ما بيشجعش على الطلاق وكلام كتير جدا رأيي كيف الاسر اللي ممكن يضغطوا على ولادهم او بناتهم عشان ما يخرجوش البيت او ما يطلقوش لا انا رأيي ان هي لما بترجع لهم تحترجع لهم تاني بموقف اسوأ على شوف اصلا لا احنا بايعين خالص لا احنا لو وصلنا لكده يبقى اكيد فيه اسباب احنا وصلنا ليه لكده طب انا هزي اسألت برضو يا ايا قصة انه البنت دايما دايما اي بيت مقفول عليه بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا جدا بقينا واحد فيه ممكن تكون حاجات مختلفة ممكن يكون عنده طباع مختلفة انا مش متقبلة ممكن يكون انا عندي طباع مثلا مختلفة عنه ها مش متقبلة بنوضة كده متأرجحين لحد ما بنوصل لنقطة الرضا عشان اوصل لنقطة الرضا دي اكيد بتعب بشكل كبير او اكيد بعدي على مراحل كتير ممكن تكون تعبتني ممكن تكون تعبته بس فيه ستات او بنات كتير جدا او اي حاجة تحصل ايوة يا ماما اصلحة سالكز ايوة يا بابا اصلحة سالكز بيبقوا عندهم شكوة شكل كبير فالموضوع بيبوز أكتر لأن طبعا لو هي نسيت الأهل مش هينسوا فإنسي رأيك في إيه في القصة دي خصوصا أن إحنا مبقاش عندنا طاقة تحمل أنا رأيي ماذا لو أعد معتذرا أولا لازم أعد مع نفسي الأول وهشوف أنا أدري أسمحه أدري أكمل تاني قبل بقى ما دخل أهلي أو حتى لو عندي ولاد أو بتاع أنا لازم أعد مع نفسي وأصرح نفسي هل أنا أصرح نفسي بعيوبي بإحنا سبنا بعد ليه أشوف هل أنا أدري أكمل مع الشخص ده فعلا وافتح صفحة جديدة لأن إحنا لو عادنا نقلل في اللي فات إحنا مش هارفنا إيش مع بعدي تاني فلو كان الإجابة أن أنا هقدر فأجوه أون وأكلم أهلي لو أنا فعلا خلاص قفلت الصفحة دي هي بتبقى خلصت وفي مواقف فعلا بتبقى العلاقة فيها خلصت خيانة بقى طبعا السبت مش بتغفر الخيانة سبت أعرف طبع أصلا من الأول وعيوبه وعيوبها لازم نعرف كله ده أصلا قبل ما ندخل مع بعدي في علاقة يعني ندبس للحياة بس خليني أقولك خليني أقولك أو أنا أنا رأي زي كآت جدا بس أنا دايماً بقول إن في حاجات في الجواز أقوى من الحب كلنا بنحب وكلنا تحبين اخترام طفاهم بزبط وكلنا بنحب وكل الكلام ده بس دايماً إحنا نقول المواد ده والرحمة دايماً نقول المواد ده والرحمة أقوى من الحب الحب ممكن يكون حالة وتعدي خلص في البدايات ممكن تكون الحب ده موجود وبيعدي إلا فبقى اللي في الأول الكلام الكتير البدايات كل الكلام ده طبعا جميل جدا جدا بس بيبقى في الآخر بعد الجواز المواد ده والرحمة فدوم عطقت أهم من الحب وهم دول اللي بيستمروا صاحب يا هيا مش عارفنا رأيك وعارفنا رأي بطول وعارفنا رأيها نروح نشوف رأي الناس في الشارع ونرجع نكمل فقرة لا مانيش في الكلام ده لا مش هرجع لها خلاص ببط قفل لو رجع مش هيبقى فيه لا مش هيبقى زي الأول مايعدس لا لو اتظرت كويس بالسورة المطلوبة يعني هقبل عادي خلاص ويطبطة بواحدة جديدة لكن مش هيصامحوا يعني طبعا 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 مش هسامح مش موافقة لما ييجي وبعد كده يعود هنقرار وقتها ان شاء الله سمعنا رأي الناس في الشارع ودايما بقى فيه أقويل متضربة عايزة بقى اسألك الراجل اللي بيعمل مصيبة كل فترة وفترة ويجي اعتذر اعتذر بقى كبير جبتا جبتا ومقدرش عايش من غيرك ومسجدات ورسائل وحاجات كتير قوي وانا مقدرش عايش من غيرك وطبعا الود اللي بينهم والحب اللي بينهم والرحمة اللي بينهم والألفة اللي بينهم في الجواز ممكن تخليكي تخفره تتنازل ايوه تتنازل وتخفر وخلاص هو تأسف لها بشكل كبير جدا وبيشتري خطرة رأيك في القصة دي بس حسن لو كل مرة يعني الموقف حصل اكتر من مرة حسن خلاص هو رصيده عندي هيخلص يعني ممكن اسامح مرة واثنين وثلاثة بس بعد كده حسن ان انا لأ طب ما انا هنت عليك مرة واثنين وثلاثة طب ليه انا اسامح وانت متفكرش فيها انت بتعمل الموضوع ده فحسن هتيجي وقت وهقول لا صعب قوي اشتركوا في القناة